بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمل العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم